السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الإخوة الكرام سؤال يشأله بعض الناس أو كثير منهم أين الله تعالى مما يجري الآن؟ أين الله تعالى من تلك المصائب التي تقع بالناس؟ أين الله تعالى من تلك المجزرة التي ارتكبت في حق الأطفال؟ أين الله سبحانه وتعالى من تلك المجزرة التي وقعت للأبرياء؟ قتل الأبرياء، تدمير البيوت، إغراق، إحراق إلى غير ذلك الأوبئة، الهزائم المتلاحقة التي وقعت ببعض ديار المسلمين إلى غير ذلك من الأسئلة ومن تلك الوقاع وأقول أيها السادة الكرام لما وقعت غزوة بدء انتصر المسلمون أنزل الله سبحانه وتعالى بعدها سورة الأنفال يعلم الناس بعض أحكام القتال ويعلمهم كيفية توزيع الغدائم ويعلمهم الله سبحانه وتعالى ضرورة الإعداد الدائم إلى غير ذلك من تلك الأحكام التي احتاجتها تلك الفترة لما وقعت غزوة أحد بعدها بعام ومني المسلمون بكسر في تلك الغزوة أقول إن الله سبحانه وتعالى أنزل آيات طويلة وكثيرة في سورة آل عمران يضمد جراح المسلمين فيها ربنا سبحانه وتعالى قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض إلى آخره ثم قال هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا إياكم والهوان المذلة ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إذا حافظ على إيمانك حتى تكون أنت في المقدمة وتكون أنت الأعلى دائما إن يمسسكم قرح إذا كنتم أصبتم الآن فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس الله سبحانه وتعالى يختبر الناس يعطي المسلمين مرى النصر يعطي عدوهم مرى النصر من باب ماذا؟ من باب الاختيار من باب الاختبار ولينظر الله سبحانه وتعالى كما قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا دولها يعملوا إيه؟ دولها يعملوا إيه؟ هتتصرفوا إزاي في وقت النصر وهتتصرفوا إزاي في وقت الانكسار هم هيتصرفوا إزاي في وقت النصر وهيتصرفوا إزاي في وقت الهزيمة هيرجعوا ربنا ولا هيبعدوا عن ربنا هيزدهم طغيان ولا هيعملوا إيه؟ طيب المشكلة إن في ناس كتير بتشوف الأمور في الدنيا هي البداية والنهاية مع إنه الأمور في الدنيا هي بداية حضرتك لنسية القبر ولنسية الأخرة إحنا لسه دي بداية المرحلة إنما هناك حساب يجري هذا الحساب يجري في الدنيا أو يجري في القبر أو يجري في يوم القيامة وبالتالي من الذي قال إن الأمور انتهت الأمور لا تجري على الظاهر وربنا سبحانه وتعالى أراد أن يفهمنا ذلك ولما ربنا سبحانه وتعالى أنزل في سورة الكهف قصة سيدنا موسى والخضر أراد أن يعلم المسلمين وكانت الرسالة للمسلمين وهم في مكة يتعرضون للإذاء والقتل والتعذيب أراد الله تعالى أن يقول لهم هذه الرسالة الأمور لا تجري على ظاهرها أنتوا فكرين يا كفار أنه كنتوا منتصرين على المسلمين وأن المسلمين ذو المغلوبين إنما الأمور لا تجري على ظواهرها سيدنا موسى عليه السلام ركب السفينة مع الخضر خرق السفينة أمام الناس في إساءة لكن في الحقيقة كان فيها حفظ لهذه السفينة أمام الناس في إساءة بقتل الغلام وفي اعتداء لكن الله سبحانه وتعالى أراد أنه يعطي أبوه أمه هذه المنزلة وأنه يجعل الطفل ده في الجنة وأن ربنا سبحانه وتعالى أراد أنه يرزقهم خيرا منه في الظاهر أن سيدنا موسى والخضر اشتغلوا عند أهل القرية لكنه في الحقيقة ربنا حرمهم من الكنز أنه يطلع في وقت قبل أوانه فالظاهر عطاء في الحقيقة حرمان الظاهر حرمان في الحقيقة عطاء وهكذا القصة اللي جات بعدها في سورة الكهف قصة هذا الرجل اللي ربنا سبحانه وتعالى مكنه ذو القرنين من الشرق والغرب وكأن الله تعالى يقول لهم العاقبة للتقوى العاقبة للمتقين اصبروا وسيمكن الله تعالى لكم في بلادكم ومن هنا قال الله تعالى للمسلمين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام ندولها بين الناس طيب إيه كمان الولي يعلم الله الذين آمنوا خضرتك تثبت على إيمانك ولا والعياذ بالله ترتد وتقول ما فيش ربنا وتقول هو ربنا عمل لهم إيه يا سيد الله تعالى هو الذي يدبر الأمر طيب انتوا مش كنتوا بتقولوا ان احنا عايزين نموت شهدة هتموت شهيد ازاي وانت قاعد في بيتك وانت منتصر فلازم تقتل فقال ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين إذا كانوا هم ده مش معناه أن ربنا بيحب الناس الظلمة اللي قتلوا المسلمين الشهداء إنما ربنا بيقوله أنا ما بحبكمش وبالتالي سأعذبكم والله لا يحب الظالمين لازم يحصل عملية اختبار المنافقين لما كانوا يلقوا المسلمين بينتصروا وياخدوا الغنائم يقوموا طالعين معهم في القتال يبقى لازم يحصل تمحيص وليمحص الله الذين آمنوا وبعدين ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين إذن كل شيء بقدر عند الله سبحانه وتعالى الأمر يحتاج إلى ثبات هتثبت ولا المسلمين صبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة وبعدين ربنا سبحانه وتعالى حقق لهم النصر في المدينة في المدينة تعرضوا البدر انتصروا أحد اتكسروا في الأحزاب ربنا سبحانه وتعالى تدخل ونصرهم إلى أن إلى أن أراد الله سبحانه وتعالى فتح مكة ففتحت مكة وانتصر الإسلام سنة تمانية هجريا يعني بعد واحد وعشرين سنة من بداية الإسلام وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم وتحقق قوله تعالى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه اللهم انصرنا وأعزنا وأهلك عدونا إنك سميع قريب مجيب الدعاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة